ونمر الآل فقرة جديدة من الفقارات الأعداد الكسرية وفي هذه الفقارة سنرى كيف نقارن جوجه للأعداد الكسرية قبل أن نبدأ من قارن جوجه للأعداد الكسرية سنفكركم كيف كيف كنا نقوم بعمل رمز أصغر ورمز أكبر كيف كنا نكتبه 4 أصغر 106 أعطيكم تقنية سهلة تعقل عليها قد من الرقم الكبير سنقوم بعمل جوجه للنوقات قد من الرقم الصغير سنقوم بعمل نقطة واحدة وسنوصلوا بيناتهم بخط مثل هذا وسنطلب منكم تقارن لي 5 على 90 مع 3 على 90 أعرفكم تقدروا تقارن جوجه للأعداد من خلال الدروس التي قرأنا لأنك لو رسمت واحد القطعة قسمتها على 90 ولونت بالصفر خمسة من بين 90 القطاع ورسمت واحد القطعة آخر ولونت ثلاثة من بين 90 القطاع سيبلك القطعة التي تلونت بزاف باللول الأصفر فناية هي هذه الفقانية يعني هذه الفقانية كبير من هذه الفقانية بالعيل المجردة كتبالينا ومن هنا سنتجوا أن ثلاثة على تسعود صغر من خمسة على تسعود ونرى في حالة ما طلبوا مننا نقارنوا كثور عندها نفس المقام والمقام لهم كاملين هو تسعود في هذه الحالة سنطلب منكم أنكم تنسوا المقام وتقارنوا فقط البسط هذا مع البسط هذا مع البسط هذا مع البسط هذا مع البسط هذا وهذا سنطلب منكم تقارنوا مع بعدياتكم عندنا 2 صغر من 5 وعندنا 11 صغر من 67 جيد ما حالة نكتبونها 2 صغر من 10 صغر من 5 كيف نفعل الرمز؟ هنا نفعل نقطة نقطة واحدة لأن هذا هو الصغر نعطيه نقطة واحدة وكبير نعطيه ججو نقطة نقطة ونصله بناتهم بخط طبعا هكذا وقلت لدينا 2 أصغر قطعا من 5 أصغر قطعا من 11 و11 أصغر قطعا من 67 فهمتم معي هذا ما؟ سأقوم بعمل أصغر سنقوم بعمل أصغر سنرى ما هو الصغير هنا ونضعه هنا والأول ما هو الصغير فيهم هنا؟ هو 2 ونضعه 2 على 9 ونضعه هنا الأول ما هو الصغير الآخر؟ هذا نسيناه ما هو الصغير في هذا الآخر؟ هو 5 5 على 9 ونضعه هنا 5 نسيناها الآخر ما هو الصغير في هذا الجوج؟ هو 11 على تسعود ونضعه هنا ونضعه هنا ونضعه 11 ما قلت لدينا هذا؟ قلت لدينا 67 67 ونضعه هنا ونسألنا المقارنة وفي حالة أعطاني قصور عندها نفس البسط سنرى المقامات الذي لديه أكبر مقام هو أصغر عدد ما هو هنا؟ هو أكبر مقام هو 13 سنضعه هنا هو الأول وننسى 8 على 13 ونضعه 8 على 13 سنلعبه آخر من الذي سألنا مع هذا سنرى هنا ما هو الذي لديه أصغر مقام؟ ما هو الصغر مقام؟ ما هو الصغر مقام؟ هو العدد الكبير فيهم كاملين ما هو الذي لديه أصغر مقام؟ هو 8 على 5 وهي الصغيرة في هذا الجوج صغر من 9 وصغر من 7 ونضعه هنا حيث هي الذي لديه أصغر مقام الذي لديه أصغر مقام نضعه هو الكبير والذي لديه أكبر مقام هو الصغير فيهم كاملين في حالة مكان الكثور عندها نفس البسط هل بsentJA سنفعله أيضا 8 على 9 و 8 إلى 7 ما هذا الجوجل الز skull اما يجبله تتشاهده أكبر مقام وتضاعه هنا اما أصغر مقام وتضعه هنا ما هو 2 جوج & 8 إلى 7 مقام والذي لديه أكبر مقام هو 8 linked�� under 9 ما هو 3 جوج نضعه هنا ولا نرى بطريقة الآخرى هل يوجد أكبر مقام؟ نضعه هنا 8 على 7 نضعه هنا 5 صغر من 7 7 صغر من 9 9 صغر من 13 ونرى مقامات مختلفة في هذه الحالة سيطلب منكم توحدوا المقام لن نعرف ماذا نضعه هنا 4 8 12 3 6 9 12 ثم 2 12 ها 12 12 و 4 وهنا هي المقام 1 و12 وعندما المقامات ستعطيك بشكل أكثر نضعه 4 نضعه هنا 3 ثلاثة في جوش佐 infinische ثلاثة 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 star will give 2 ثلاثة 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 Dia power seven هي ٣ ثلاثة 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 أ Projekt 24 والبضلة يمكنся تابعه وهذا ما هو صغير انا صغير من هذا هذه صغير من كانت صغير في هذا سأكون سالية المقارنة لكن هذا سواء بصوص واحد تريد شهرت هذا الشهرت قسمينه على 4 سوف يzahlونها من الجوز من 4 1 جوز هنا في الحالة 7 3 سنقسم شهرت خطيرها من Great لأنه الرجال 1 جوش ثلاثة بقى سبعة نقوم بقيد القيطع ثم قد هذا القيطع واحد ثم احد أخرى هو خمسة ثم احد أخرى هو سستة ثم ثم احد أخرى هو سبعة ثم نرى ثلاثة على الجوج سنقوم بقيد الشريط نقسمه على الجوج ولونه واحد ثلاثة سنقوم بقيدهم ونضع ثلاثة ونضع قطعة ونضع ثلاثة لأنه لديها أربعة من أجل في المقام ونضع ثلاثة ثلاثة أضع ثلاثة هذا سنقارنه ما هو أصغر عدد هو هذا ثلاثة ما هو الذي تابعه هو هذا ثلاثة ما هو الذي تابعه ونضع ثلاثة ما هو الذي تابعه ونضع ثلاثة سنقارنه ولكن الطريقة للتحيد المقامات هي التي تضعنا سنرى هنا مثلا طلبت منك تقارن ثلاثة 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 ضربن ١ ثلاثة 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 حتى ثلاثة ضربن ٤ 8 سل���نا 32 4x8 هي 32 نعوف نفسها نحن نقل به الد expenditure ما في يعودها في إنت 강اقر سعود 5 role ما في العودة في إنتام 8x3 لذا كان أول كان أبناء entirely 27 quién بتعرض ذلك كيف تظهر إنتان diploma من هذا المؤ crawl تحسن لا ت Lia couldn't wait من القر들 يكفي أن نعلق النقر 27 صغر من 32 نضع نقطة وحدة قدام العدد الكبير نضع نقطة وحدة قدام العدد الصغير نضع خط 27 على 12 صغر من 32 على 12 27 على 12 هي 9 على 4 32 على 12 هي 8 على 3 نعودهم 4 على 3 صغر من 8 على 3 وبهذا سنكون نتلقى في الفيديو القادم